اشتركوا في القناة 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 زي ايه زي كانسر زي اه ممكن يكون مش بس او التهاب او تضخم في لينفنود واحدة ممكن يكون فكتر من لينفنود على مستوى الجسم كله فالموضو دا بيحتاج انك تفكر كويس عشان تعمل اه دا جنوز الصح لان الموضوع بيكون ايه موضوع بيكون خطير بش حالة بسيطة اتكلم في مرض مناعي او كانسر تمام؟ المفروض يبقى فاهم ان العلم في دونو بسي هو انجراض عرض لمرض معين تمام؟ هو مش هو المرض نفسه تمام؟ انجراض عرض فاحنا بنقسم الازباب تعتوي لازباب لعلاقة بكتريا او فيروس او ازباب في الاغلب بيتمحصل على بين حاكتين امراض مناعية وكانسر تمام؟ او مليجنتي تجومر حاجة فيروس اسمه حاجة اسمها سيتونجلوفايروس انتيروفايروس استفيلو كوكس وكاتسكراتش ديزيز دول بكتريا تمام؟ اللي باقي كله دول الفيروسات اللي فوضوا تمام؟ اه يعني المحلول للتأسير بتاع الحفز جمعتلك بكلمة اه تشيز سي عتبقى سيتوميجالوفايروس وكاتسكراتش ديزيز الاتش عتبقى فيروس والس معاكد استفيلو كوكس وحفظ العدين وفيروس او ما تحفظوها شاعدة تمام؟ مصنفة الثاني حاجة اسمعنا حاجات اللي علاقة باورام سواء كانت او حاجات اللي علاقة بامراض مناعية اه زي ياخد لمفهومة لوكيميا متاسد وكوكس دول كده امراض اللي علاقة بامراض مناعية اللي فوق دول كلهم اورام اه الزياب الحمرة لوكيميا ده اللي هو سرطان سرطان ومتاسد جزيز دي اللي هو تعارفين بقى لو فيه ولا حاجة بيبدأ ينتشر من مكان المكان تاني مثلا في هيبدأ ينتشر من اللونج يروح مثلا للستومك فموضوع ده بتقول عليه اسم ممتاسد تمام؟ فسواء كان كان كانسر او متاسد جزيز اللي ثان واحد يعني ما فرقيت المهم المهم محاولة التسهيل برضو والبصمدة اه كلمة حلق الاتش اه هودجيجن ديزيز وحيسو سايتوزيز ال 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 ليمفومة لوكيميا اللوبس بتاعت السيستيمة اللوبس اه كي كانسر او كوازيكي ديزيز انا بحاجة والله اشرح لك كل واحدة وقول لك كل واحدة معناها ايه والعرب بتاعت كل واحدة بس يعني الموضوع هيوسع عملينها قوي 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 وانت مش اقلوب منك الكلام ده كل في التورتوريال ده ولا المحاضرات دي ففكت منهم دلوقتي وحفظهم خلاص ولما يجوا فقطهم ان شاء الله تكون فاهمهم الاسلايدي اللي بعد كين بيقولك تعمل ايه عشان تعمل الكيز بتاعت السيروية الكلمة دي الاسلايدي دي مسروقة من ازموزيس او متاخدة من ازموزيس واقع جميل على فكرة جدا لو انتم يعني اللي فيديوهايات اللي حاجة تشير في الطب في انا في حاجة قدامكم جربت اسمها شاشة في عيان في اي موضوع بشرح كل حاجة في الطب يعني المهم المهم مش موضوع لكل الكلام ده دي الاسباب بتاعتها نفسي الاسباب اللي قلناها ورى تعريبا اسباب او اسباب تمام بيكون في الاغلب الحاجات اللي علاقة ببكترية في اي حتة في جسمك اا التهاب اي حاجة اي حاجة تساوس السنين بقى في بكتيريا وكده يعني تمام. كنجنك تايفة دي الطبعة اللي بتغطي العين. اه تفاصيل رمضة يعني تعريف كنجنك تايفة بس اه اهم حاجة انه بحثك فعالتها مخلص. اه اه تمام. الموضوع دي بقى لوكل يعني تقدر في او في 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 دونه بس يعني في وفي هنا وهنا في اللي ايه? اللي في كل الانزاء الجسم. اه سعب الكنسر او 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 اشهر مسال مسلا جاعة دلوقتي التي بي. التي بي عشان بيوصل للمفنود بس الموضوع ده بياخد وقت. تمام? موضوع مش اكيوت زي الحاجة دي. تمام. يقول لك ازاي تعمل الموضوع بس انت بدأت دور على معلومات معينة مسلا من المدة بتاعت الموضوع. اه لو مسلا انت هت ينفت بتتكلم في حاجة اكيوت لو الكلام ده اخد اه مدة طويلة. اه شكل نفسه وموضوع الكلام انا بتتفصيلي لصلاح داتك الجاية. اه زي ما قلت لك بقى اللي هو سبق كان او تمام? العراض اللي بيجي بها العيان ده اه فاتيج بس يا كل واحدة ممكن تكون بالدور على حاجة معينة. مسلا دي بدخلك اكتر في وبرد والكلام ده كله. تمام? ممكن تكون الدخلها باكتر ناحية الى الكنسر. لان الكنسر باستوشتيت بويت لص. ممكن تدخل لك ناحية التبقى اكتر. يعني الكلام ده مجرد بس يعني ملاحظات كده سريعة بس بيضم. هو مش كاتبين تفصيل عندكم في الكلام ده. تمام? بص عايزك تتكير كمان اللي قلت لك في الاول. ان اللينفادروباس دي اعرض لمجموعة كبيرة جدا 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 من الامراض. تمام? اه مش بس الامراض المشوية الامسية اللي ما قلت بنا عندك في دي. ولا اللي هنا قد قلت لها لا الموضوع عوصى من جاب كتير. انا سعيز لك ان دي حاجة كتير جدا 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 بتاهم اللينفادروباسي. فهو انا بيقول لك ان في شوية آآ بتيبقى مع اللينفادروباسي. شوية اعراب بتيبقى مع اللينفادروباسي. كتبهم لك دول هنا. تمام? ما تحاولش تحفظهم يعني حاول تورام كده ايه خد ركرة عن الموضوع مش اكتر. آآ قال لك دي الحاجات احنا بتحاول نبص عليها. اول حاجة بنبص على سن العيان. يعني هديك مثلا مسلا في انواع من الكنسة بتبقى مشهورة اكتر في اه وفي انواع تانية مشهورة في تمام? اه هتحدد لك المرض ده ولا كرونيك? العرض اللي معاك اللي مصاحبة لك. آآ ودي اقولت لك ان اه اشهر مع الكنسر والاورام. آآ لص وببطاية نفس الكلام. آآ نوية وفاتيج وآه الجزء اللي هتدين دول بي اكتر معي. انا بديك اشهر الامسان انا مش اقدر. آآ ازي بروزنج وبالورد دول ممكن يكونوا وآآ مثلا حاجة ازا مثلا زي كوزكي الازيز بقى فيه آآ في البلوت فيزل. فبلوت فيزل سهل آآ يعني احصلها دم دي بسهولة فبيحصل ايه بليدينج بسهولة. بروزنج اللي هي جاية من ورم يعني. فاهم? الورم هو عبارة عن دم بيخرج من البلوت فيزل يتجمع تحت الجلد فبيعمل لك فورم. آآ تمامي. هي يعني كل شوية اللي عنده بيجيله فالنجايتس التحق في الفارنجس او تنسولايتس او دينتال انفكشن. فا دي بيدخلها افتر النواة بيجي يعني. تمام? ده بتسألوا بقى بتاعه. ايه الاعمراض اللي جات له قبل كده? ايه البكتيري اللي جات له قبل كده? ايه تبجات له كم مرة? آآ تبجات له حاجات لي علاقة بسكن ارسيس. سكن ارسيس اللي هو صديد في الجلد. آآ هل ده اول مرة يحصل له لينفردونوماسي ولا جات له لينفردونوماسي? طب جات له في مكان مختلف جات له في نفس المكان. وهكذا يعني. كل الكلام ده بتجيك افكار آآ وابروتش كده تده تتفكر به عشان تشخص به. آآ دراج هيستوري. طب انت خدت انتي بيتك قبل كده. طب انتي بيتك خدتها ليه? طب خدتها عشان عندك بكتيريا. طب. الانتي بيتك مسلا انا انا اخدت مثلا آآ انتي بيتك الفلاني. الانتي بيتك الفلاني ده بيحارب بكتيريا اكس. انا بس ننتج على طول انه كان عنده بكتيريا اكس وبكتيريا اكس يلي يلي عمله المشكلة. مسلا يعني انا قررد بالمسال اكس بوزيرت وانيمل زي الكات. الكات بتعمل لك مرض مشهور اسمه كات سكراتش ديزيز. مش رشور اوي على فكرة يعني بس هو مميز. آآ انسكت وسيك بيرسون. تما هو خالط الناس مريضة ولا لأ لان في امرأ بتبقى الاتنية يعني ما بين الشخص التاني زي العدين وفيروس مسلا. آآ الشخص اللي معاتي بيه عم بصاحب دي قروني القفل بدل كل شوية عمل يكوح 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 المودة طويلة جدا جدا جدا. بدأ تسأله هل انت سافرت العماكن معينة لدول معينة مسلا زي البرازيل زي دول في افريقيا. كل الدولة بتبقى لها امرأة ضهيزة خاصة بيها. الامرأة دي ممكن تعملها. بدأت تسأله على بتاعته. آآ في مسلا حاجات من دور لهم تطعيم فانت بتسأله هل انت خدت تطعيم ولا لأ. لو خدتوا فانت السابعة على طول انه مسلا ادينوفيروس. آآ لو ما اخدوش آآ فانت ممكن تشك ان فيه ادينوفيروس. ماشي? فبس يا سيدي لو انت هتعفص حاجة من دي فهقولك انك رحفص اي حاجة في اخرص. ولا اي حاجة اراءة اخرص. برضو ما عفهاش معظومة تقريبا. هو بيكلمك الفيزيكال ايجزاميناشن وفوق تعملو العيان عنده. قال لك اول حاجة ايجزاميناشن هتدوس على حاجات جينرال. هتدوس على بتاعه. والعيان ده ضربه مسلا بدونه باحة. بدونه بزرع. بدونه مفتاح. اي كان يعني مغمى عليه مش مغمى عليه. اه تبص على باحة التلصام بتاعته لما اللي هربع حاجات. والبريتشار والرسباروتر والريت والبريتشار بتاعه تشوف العين ده اللي هو بتاعه وكويس. الحاجات ديش نرى بتعمل على فكرة في اي حاجة. ما تغلو بطن ان شاء الله. هتلاقي ان الكلام ده بترزاه في اي حدة يعني. فبعم? آآ بعدها تعمل حاجة تبدأ تبص على منطقة منطقة. ده مسلا تبص على اي حين وتلاقي فيها عين وحينها شوية. فشوك انك عندك ديس. بيكرر لان التاعب بتاع مصاحب اشهر لحاجة مشهورة اللي هو الايه الادينوفايروس. ماشي? آآ اكيوض تايتس ميديا. فانينجايتس. فانينجايتس برضو مشهورة مع مشهورة مع آآ تساوس السنان تمام. انا بديك الامسلة بس لتفتيح الدماغ مش عقصة مش عشان تحفظها. آآ آآ ممكن تكون معاك باته ميجلي سبيلين وميجلي الليفر والسبيلين حجموه كبار. ده برضو بيحصل بسبب مشهور حاجة مسلا ممكن تكون الابشتنبر فيروس مش عشهر حاجة يعني. الحاجة اللي جي على دماغي دلوقتي. آآ ابدو من الباز بدخلك مسلا انت عندك تيومر مسلا في الليفر. تيومر في الاسبيلين. آآ آآ بتشوف الضخمة دي. مسلا في السيربيكس بس ولا في في كزا منطق في الجسم. ده بحالية ايطرة يونيلاترال ولا بايلاترال. بس مسلا حاجة زي الكوزاكي دي بتبقى في يعني. الحجم بتاع حكبير ولا صغير. الحجم مسلا بتاع اكبر كتير من من الحيات البحثة بساعة من آآ دي يعني بتشوفها سابتة ولا بتحرك معك. انت بتكنيك معين بتبدأ بتشوف هل هي موبايل ولا هل هي فكسي. لازم في الحاجات اللي تحت. آآ بتاعتك هل هي هاردة هل هي هل هي صوفت. المرة تقول لها حاجة بتدخلك في مرض معين. تندرنس. بتدخل تضغط عليها كده بايدك بتشوف هل هي العين ده بتواجه معاك ولا لأ. آآ اريسليمة بتلاقيها النمح مرة ولا لأ. طبعا اللي حمرات بالاغلب بيطلع علي. آآ حاجة يعني. اللي علاقة بالنفرميشن بيبقى في الأقر. آآ بتدخل تبص على الجلد بتاع العيان بتشوف في راشز ولا لا. الراشز طفح الجلد ده بيكون اشهر مع حاجات مثلا زي آآ الزوبي اللي هنا دي مسلا حاجة مثلا زي حاجة مثلا زي واي كزا. كل حاجة ده شكله برضو. تمام. آآ بص على الامراض التانية اللي مصاحبة لها مسلا في مرض زي ممكن يجي لك معايا وانفراميشن. آآ يعني دي حاجة شبه بالزبط زي مولت لك اني بحصل مسلا في بلاد مناعية البلاد فيزل بيكون ضعيفة. طب بيحصل دم دي في البلاد فيزل في سهولة في البلاد فيزل لما تتدمر آآ بيحصل بليدي. فالدم ده بيعمل لك شكلها شبه بس بيختلاف الأحجام يعني. تمام? آآ دي بيعمل لك آآ مركز لك على بتاع آآ آآ طبعا ومش بكتوبة عنك تفاصيل. التفاصيل بتاعت آآ بتحديد بقى المكان بتاع اللي مبقودة ولا لأ آآ بتحدد حجمها آآ كل ما تحس بها اقوى واكتر كل ما تكون حجمها اكبر طبعا. العدد بتاعها العدد الضبيعي ولا لأ. آآ العين بتوجع وانت عمل تلعب آآ في اللين في رون بتاعك ولا لأ. كونسيستنسي بتاعتك انت حس الحاجة انا اشفه ولا حاس حاجة طريقة ولا حاس ايه بالزبط. يعني بتحرك معايك بتروح مين وشمال ولا سبتة في مكانها. بعد كده عادة يرزع لك في شوية وبيسمى لك ماشي. آآ بيقول لك مسلا انت تاخد عينا من الدام دي تلك سوص مسلا على الوائد بلد سل والبلت اللي الكرم ده كله. آآ مسلا لو البلت اللي تعادتها قليلة فانت العين ده بيتج Про كل قدر gran مسلا انت عندك الوائد بلد سل عالية فانت مسلا ممكن تكون عندك لوكيمية. لو انت مسلا عندك الوائد بلد سل عالية انواع مسلا معينة منها مستنزل ذلك عالية ممكن ده شكك العين ده عنده وآآ ممكن تكون الانفوسايت هيه اللي عالية فده بدخلك في يعني تفاصيل الليها علاقة بسي بي سي والكلام ده كله مش موضوعنا. مسلا بيعمل لك في الانفنود اللي موجودة في اللونج وفي اللي هي اللي بتبع حوالين البرونكاي. دي كده اللونج ودي كده البرونكاي. في الانفنود هنا الانفنود دي بتكبر فانت بتعمل عشان تبص على المنطقة دي وتشوفها كبيرة ولا لأ. آآ بتبدأ تبص على اللي ممكن جسمك يطلعها ضد مسلا فايروس معين او ضد معرض معين المنايعي. آآ تمام. حاجة اسمها ومانتوكس تيست دول اتنين تيست معتمدين على حساسية او جسمك بيعمله. آآ ده بستخدهمه في مرض تي بي. وده بستخدهمه في مرض اسمه ساركيو دوزيس ساركيو دوزيس. المهم يعني فكرته ببصش دي جدا خلينا نتكلم على مانتوكس تيست او اسمه التاني انت بتحين العين ده بمادة معينة. العين ده لو آآ عنده بتاعه هيبقى عالي. تمام? هيبقى في جزء منه محمار الجامد. ولو العين ده معندوش فالحمرات ده هيكون صغيرة. تمام? آآ في حاجة اسمها او نفس المعنى. وده نفس المعنى انك بتاعي اخد عينة من الليمفينو يتبص بقى هل الخصائص بتاعتها خاصائص بناين. او خاصائص ماليجنان تبدأ لك مسلا في اليمفوما لوكيميا. آآ الكلام ده كله. تمام? آآ دي الاشكال بتاع تلات انواع. آآ حاجة اسمها وحاجة اسمها سريعا جدا جدا جدا. لو انت مسلا عندك اهي. آآ في مسلا الجزء ده في ورم صغية. فانت ممكن تشفط التيومر ده بيطلع في ليود ولا الحقيقة. تمام? فانت ممكن تشفط ده بالفاين نيدل اسبيريشن. فالفاين نيدل اسبيريشن ممكن تسلمها احنا في العلاج. ممكن تاخد عينة من من التيومر ده وتدع تبص عليه تحت الانكليوسكوب يطلع لك المناظر احيانا احيانا ان العينة اللي بتاخدها بالفاين نيدل اسبيريشن ما تبقاش كفاءة اي حاجة. فتاخد عينة اكبر شوية بحيطة اكبر شوية مسلا بتاخد بحاجة اسمها بتاخد المنتقى دي كده على بعضات وده تبص عليها. بكون الموضوع بتاعك اوضح. كمان انك ممكن تستخدم دي في العلاج انت لو تشيلت اصلا الجوز اللي في بس طبع مش تستخدمها لو في ايه مثلا. بخير البتاع كلها. آآ فانت بتستخدمها شوية علاج. آآ شوية في تشخيص التشخص بها احسن من بس طبعا اكتر. آآ الحل الاخير او التالت اللي بتشير لين فروضة على بعضها كده وتم بص عليها براحتك. او بتشيلها كحل علاجي. كحل النهائي للعلاج. او انت بتشيل اصلا عشان تشخص بها. تمام? لا بيختصار شديد بي. تمام بناءا بقى على المعلومات اللي هي مش مكتوبة وراه اصلا. في اللي ورا دي. او من ديك كيز ومطلوب منك تحلها. آآ تمام? بناءا على المعلومات اللي اننا بخدتها اصلا. لان فعلا كده المحركة تعريبا خلصة بس. تعريبا فاش ولا معلومة حرفيا والله. المهم المهم مش عايز ان نسيحك كتير. ده عيل صغير عنده عشر سنين. رعبته منفوخة من هنا زي ما انت شايف. معه شوية ومعه شوية بس. تمام. آآ بدأت تبص على عليه. قالك لقيت انك عنده موكت دي مميزة جدا. آآ هي تشخصها عشان تفهمها هي تشخص لك الدنيا يعني. هي معناها ان آآ افتباع عندك لنفنود 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 حوالين بعض. كل احنا فيهم بتكبر مع بعض مع نفسها. ما كيف الاخر دي بتفتح على بعض كده وتعمل لك ايه? آآ كتلة كبيرة على بعضها. تمام? بتبدأ تلزق وتفتح تخش وبعض. مراتي بقى تبص على لنفنود نفسها. لقيت انها لقيتها ودي مهمة جدا جدا جدا. لقيت ان ما فيش اي دليل على فانجل ديزيز. آآ لقيت ما فيش اي دليل على كلام المميز هنا. كلمة خمس شهور دي مميزة جدا جدا جدا. فاكري الجدول اللي كنا بيقولت لك ان الاوراض اللي هي فين 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 تعرجبونك. يعني هنا. قلت لك ان الحاجات دي تقليمة كلها اكيوت. الحاجات دي كلها كروني. تمام? لو انت فاكر في الكيز قالك ان احنا استبعدنا كروني ديزيز. تمام? وهنستبعد الحاجات كلها. لان احنا ايه? آآ لما اجينا عملنا لدينا الموضوع اخذ خمس شهور يعني. فامام? فالخلاق انه ممكن تكون حاجة او خلاق اشهر حاجة اسمها والخانسر بقى ايه? احنا شكين اكتر ما بين الكنسر وما بين الايه? فيعني فكرة ان في الموضوع اتدخلها اكتر ناحية تمام? كده ما انت تعمل تلع لك المنزر القدامة جدا. آآ الموضوع ده اسمه مفروض دي كده البرونكويل. تمام? الطريق حوليك ده ايه? هو عبارة ده آآ يعني تقريبا او اللي ينفيه دوله موجودة هنا دي حجمها كبر. تمام? في عملها لك المنزر ده. حاجة اسمها ده العلاقة ممكن يكون اولي علاقة بالتيوبيركلر زي والي علاقة بحاجة اسمها وساركيودوزس مش موضوعنا. آآ بس هي نفس نفس الاسم يعني. تمام? اتدخل في حاجات ده ممكن يعملوا ايه الموضوع ده? تمام? مغتبهم لك هنا دول. ايه ممكن سؤال يجي لك يمسك يو على فكرة. ولك ايه زباب بتاعة الميديا ستنى الماز فتقدم له ايه? خارف من التلاتة دول واي حاجة ربعة. آآ تمام تمام. بلات سلبة بدأت تبص عليها لقيت ان العدد بتاعها سبعة تلاف. تمام? سبعة تلاف لحد ما يعني اعلى من نورمال بشوية بنورمال تقريبا خمس تلاف. اربعة واربعة ونصف اربعة ونصف الف. اربعة ونصف الف. اربعة وخمسيبية الف ماناشي. آآ بتاع العيان واقع شوية. وان كان حاجة زي دي مش هتفيدنا في التشخيص قد كده. آآ الخطوة اللي بعد كده بدأت تحاول تعد الاسباب اللي ممكن تعمل لك واندي يستطيعنا المس. ممكن لك انها زي ما كاتب لك كده ورا ممكن ممكن تكون زي آآ ممكن ازباب تانية زي آآ خبطة ولا حاجة في يعني خبطة آآ ماشي. آآ الحاجة بقال هتشخص لك الموضوع ده كله ان كتب لك تاخد بيوبسي. تمام? البيوبسي فانت كده ايه? آآ بتتكلم في ماليك نتوتيومر. انما انت اجد لما عملت تتلع لها الحاجة اسمها نيكروتايزنج جرانيولومة. تمام? آآ او كازيتين جرانيولومة. كازيتين جرانيولومة مميزة جدا للتيبي. فانت على طول شخصة ان انت الموضوع بتاعك ايه? تي بي. تمام? في اختصار مخلي جدا هو شرح لك التبيه يعني. بيقول لك ان التبيه ده عبارة عن تمام? بيخش الجسم بتاعك. براي الملك بيخش عن طريق دعو عن طريق ان حد يقوح في وشك مسلا. طيب يخش عن طريق برونقاي يوصل لحد فين? يوصل لحد. تمام? دلوقتي ده موجود في اللونج. بيبدأ ينتشر من اللونج اللينف نوت اللي موجودة حاولين البرونقاي. تمام? ويجده يقبر المنطقة اللي هنا دي. بيعمل لحاجة اسمها ميديا اسطاني الماس زي ما احنا اتكلمنا عليها ورا. آآ تمام? احيانا 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 ميديا اسطاني الماس دي هي اللي بتاعها مرحوظة. يعني الجزء ده بيقى صغير جدا فممكن انت ما تشوفوش بالايس تي ري. وهو قال لك هنا اللونج نورمال. في الكيز اللي عندنا اللي كانت ورا دي كانت اللونج تقريبا نورمال. بس ممكن اجيب لك صور تانية بيبقى فيها اللونج الجزء ده اللي اسمها ايه? اسمها الموضوع ده اسم بيبقى باين اقطعين. مهم يعني ممكن تكون اللونج نورمال او مش نورمال. عايد جدا. آآ لما جيت بقى اخدنا بيوبسي من السيربايكال الموجودة هنا دي خيير باك موان يوصل للاآ يطلع بقى شوي لحد السيربايكال فانا انفت عينا من السيربايكال لقيت فيها ايه? الشكل بتاع الكازيات المزيم ازا ما انت شاك كده هو عبارة عن خلايا ميدة في مصد. الخلايا ميتة دي شبه عمل لك شكل قدنا القريش. آآ دي شكل خلايا الميتة فيش خلايا هنا يعني كده بصد دي فيه كده فيه خلائي بنما هنا مفيش مش اي آآ فبيديك تعريفة عن بيقول لك ده عبارة عن دي جهما جدا 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 لان مش مرض اكوتي بياخد ده لحد ما يحصل. اه بيعمل لك تمام. ممكن يكون موجود في ممكن يكون موجود في موجود في موجود في موجود في اي حد. بس المكان الاشهر بتاعه اللون والليم فنود اللي حاولين اللون. تمام? اللي بيعمل حاجة اسمها مايكو بكتريا تي بي. تمام? اسمه التاني. اه بنشخص التي بي بصبغة اسمها بنبدأ لنصبغ بيع تي بي. يعني ده كده. واحد تي بي. ده كده اتنين تي بي. تمام? اه التي بي ده بيديك شكل باصيلاي. باصيلاي دي يعني عصياء. تمام? عارف الاستفيل الكوكاي. كوكاي دي يعني كور. عادة ندورها. انما تي بي ده عبارة عن باصيلاي. حاجة عصياء كده اللي انت شايفها دي. بيستبغ بصبغة. ماشي? دي فيها معلومتي مهلمين جدا. انت بي ده فيه عبارة عن كزيتين جرانيوروما. انت بي ده مكانه اللونج. انت بي ده بتعامل بالسرق بالزيل. دي شكل اللي حصل في اه وده شكل الكزيتين جرانيوروما اللي حصلة لما تشاهد كده شبه الجبنة القريش. هي عبارة عن خلايا ميتة. اه خلايا ميتة. تمام? شبه الجبن القريش. واللينفينوت طبعا حجمها كبيرة. اه ده شكل تاني بيوضح لك المعملية الفيستيولوجية بتاعت الموضوع. البصر الفيستيولوجية بتاع الموضوع. مش مهمة على كل الكلام ده كله. مهم يعني دي خلايا منعية. اه وده التبي. التبي ده دخل في الخلايا منعية. فالمهم يعني بتدها ايه? تحصل دامج. للبكتيريا دي. اه وضمج الخلايا الموجودة في النص. اه فبتملها حاجة اسمها كازيتين جرانيوروما. وامتحوقها بخلايا منعية الجسم بتاع يكونها ده الشكل بتاعها حاجة اسمها ايه? ماشي. بس يا سيدين انا كده خلصت الحمد لله. هديك اه يعني الكازيز اللي كان موجود عندك في بتاع الورد. احلها معاك كده سريعا. اه بس. امام في فا لاسئلة متساب. اه مفروض ان فيه تلاتة كازيز. دعنا نحلهم كده مع بعض. ما مش متجاوبين. اه بقى حالت برضو بعد ما اخلق لكم الاجابات. لانا شايفها. يعني انت تراجعوها مسلا من الدكتورة لحاجة اتأكدوا لانا من موضوع. ماشي? اه. على عسل واحد يكون مغلطا في حاجة. المهم المهم. الكزة اولين هي بكلمة كان الواحدة عندها عشرين سنة. اه ست اه راحت المستشفى. اه بعد يومين من القطة بتاعتها ومعضوتها في ايديها. وبدأت تقولك ان بي على الجلد بتاعها في حاجة اسمها ريت بابيول. قصة بابيول دي لو الا الجلد بتاع البنيادة من القبيعي. لا الجلد البنيادة اللي عنده بابيول بيبقى يطلع الفيام حالية منه كده. وحالة كده. ماشي? يعني ارتفاع عن سطح الجلد. ماشي? اه نعمل يعني الجسم بيعبله اه ضد مسلا العضة. ضد الالرجية الحاسية الراش. مهم مهم مهم. اه. وفي شيفر. تمام? في فر انا طول بدخلاك انه في اينفكشن. وفي سويلينج للأجزلة. انت كده عندك ايه? بص تبقوا على المعلومات اللي عندنا. دي هي قليلة. اه بس كافية على فكرة انتنا نحل الموضوع هنا. اه انت عندي اه اكيوت انفكشن. العضة اه تعضت من هنا بعدها بيومين راحة المستشفى. بل حالية المشاكل اللي عندها دي كلها. كمان هي عندها ببيون وعندها في فر. انت كمان بدخلك في ساكة ايه انفكشن? تمام? وعندها كليين فادروباسي. تمام? ايه الازمة لو انت فاجر الجادورين اللي كانوا عندنا? كان فيه انفكش واسكوزيس. كان فيه من دم حاجة اسمها كان اسمها بتحصل بسعب خرباشة او عضة قطة. تمام? ايه هي هو ده المرض بتاعنا هنا. تمام? بيقول لك السؤال اللي عندك بتاعك حاجة اسمها بارتونيلا هنسن. تقريبا نقطة بتاعي صحة. او تقريبا نقطة بتاعي غلط. شايف. مش عارف انت بيومين فيها انتفاق بسبب ان في عندك بابيول على الجلد الجاية من السعب العضة. فبدأت توصل ايه? لحد اللي موجودة في الاجزيلا. المهم يعني الشكل لما تاخد عينة من 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 اللين في نونجي ريضة هتبصها لها تحت الميكروسكوب اتطلع لك حاجة اسمها نيكروتايزين جرانيولوما شبه اللي جاية موجودة في تي بي. ده باختصار. ممكن يكون في تفاصيل وقتها من كده مش عارف حال اللي مطالبين بيها ولا لأ. بس يعني ممكن تسأليشه على جوجل لو حابين او تسألوا الدكتور بتاعكو على ايجابة النموذج اللي يعني. بس اخدنا عينة من اللين في نونجي. وبعد نبص على حتى في الميكروسكوب. هنبقى لك المنزر ده. المنزر ده مميز جدا 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 لو جد فتحت جوجل. هم بيك تحت جوجل وتابت حاجة اسمها اول. ده تبص على الصور اللي موجودة معك. اتطلع لك المنزر ده. المنزر ده. المنزر ده. فالموضوع ده مميز جدا 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 لحاجة اسمها هوجيجين لمفوما. ماشي? نرجع كده للموضوع بتاعنا. نرجع بعد للموضوع بتاعنا. بيقول لك ان التشخيص بتاعنا بناء على اسم اللي قدامك دي على طول والمنزر قدام دي اسمه او او عين بتاعك بناء على الموضوع ده كله وانده ده نوع من انواع يعني وكده. آآ لكنه موجود فوق الدايفرايم وتحت الدايفرايم. فدي على طول بس بس ما جي معايا كده. آآ بياب نوضوع في منطقة واحدة. في اختر من المنطقة بس فوق الدايفرايم. الموضوع بيبقى بيوصل لحد الارجان بيوصل للبون وهكذا. تمام? آآ دي تاعة الحاجة اسمها هوجيجين للمفوما. فانت هنا عندك الموضوع ايه? وقالك ان فيه فوق الدايفرايم وفيه تحت الدايفرايم. الين في نودر فوق الدايفرايم والليين في نودر تحت الدايفرايم يعني. ما شيفة دي على طول ايه? آآ هوجيجين للمفوما. الكز التالتة بتقول لك طفل صغير افريقي جاله عنده ومدى يجيله في المجزلة بتاعة الجوب. شكلها بالمنزر ده تقريبا. تمام? اه على طول من غير ما اتفكر. البركت المفومة اللي بيعمل لك نوعي من الروح. حاجة اسمها ودي موجود اكتر مع الناس الاسيويين. وحاجة اسمها ودي موجودة مع الناس الافريطيين. تمام? اللي هو الوضمك الاسمر ده. اه ودي البركت المفومة كمان بتيكي في الجوب تاهم. تب يقول لك بتاعنا حاجة اسمها المفومة. بتعمل لها حاجة اسمها قص منزر بتاعها. قص ما بتاعنا البركت المفومة هي عبارة عن آآ يعني في اللينفوسايت بتبقى اللينفوسايت اكبر من حجمها الطبيعية. المهمة. آآ بتكون منزرها شبه للمنزر اللي انت شايفه ده. يعني السماء المرصعة بالنجوم. عم قدي النجوم ودي السماء. آآ آآ من الاسماء ايه ده. طيب في اللينفومة ده فيتل اف لفت انتريتيد. لو ما تعليقش في ده. بتاعها هيبقى ايه? ماشي? يعني ما بعمش حاجة. بس يسيد انا كده خلصت تلاتة كيزز. وكده خلصت الشرحة بتاع المحضرة. هتمنى يكون الشرحة بسيط والموضوع بسيط يعني. ما يكونش موضوع مستعد لكله. ويسيد مع السلامة. ان شاء الله بالتوفيق.